كنا نتحدث عن مبادرات لربما مفاوضات للبدء بها بين الميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية وفود من عمان إلى صنعاء وهناك أيضا وزير خارجية في عمان نتفاجأ بهذا ربما السعار الحوثي ضد محافظة مأرب بهذا الصاروخ الباليستي وبالمفخخة أيضا من قبل هذه الميليشيا هل هي ترفض كل الحلول السلمية؟ ماذا تريد أن تقول الميليشيا بهذا الاستهداف دكتور محمد؟ طبعا أنا في تصوري بعد التحية لك ولي ضيفك الكريم والمشاهدين في تصوري أن المشكلة ليست في الحوثيين الحوثيون هم لن يكونوا أوضحة مما هم عليه الآن المشكلة في الذين لا يريدون أو لا يريدون أن يفهموا هذه الحركة هذه الحركة هي حركة دينية وبالتالي عندما نتحدث عن مفاهيم السلام ومفاهيم المشاركة والحوار السياسي والأحزاب السياسية هي ليست في قاموسها لأنها بما أنها حركة دينية فهي حق والآخرون باطل وبالتالي الإشكال أن المجتمع الدولي تحديدا لا يفهم كيف تتحرك هذه الحركة وكيف تتصرف ولا ما هي العيدولوجيا التي تؤمن بها ويخدعه بعض الناشطين الحقوقيين وبعض منظمات حقوق الإنسان كما يخدع ببعض الكلام المعصول الذي يقوله بعض السياسيين في هذه الحركة الذين يحرون أن يغطوا على حقيقة هذه الحركة العنصرية التي تؤمن بأنها مصطفى وبأنها مختارة بأن زعيمها كما في شعارهم الواضح بأنه مختار من الله وأن الله أمر بتوليه لكن في تصوري أنه يبدو شيئا فشيئا أن هذا المجتمع الدولي بدأ يدرك وخاصة الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت تدرك بأنها قد أخطأت ربما عندما رفعت هذه الحركة من قائمة الإرهاب هناك متزايد من أعضاء مجلسي النواب والأشيوخ الأمريكيين الذين يطالبون يوم بعد آخر بأن يعاد النظر في القرار هناك كذلك عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين في واشنطن وحوالي على ضفتي الأطلسي ينادون كذلك بأنه يجب أن تراجع السياسات الدولية إزاء هذه الحركة هذه الحركة هي تعطي للمجتمع الدولي وتعطي الحكومة اليمنية وتعطي لكل من يريد أن يراها بصورة واضحة تعطيه ما يمكن أن يجعله يرى الأوضاع على حقيقتها وكيف تتصرف هذه الحركة لا يمكن لحركة من الحركات أن تتصرف هكذا تصرف في ظل زيارة وفد رسمي وصفته بأنه رفيع المستوى جاء من سلطنة عمان من أجل بحث مفاوضات السلام التي ربما لم يزر هذا الوفد صنعاء إلا لأن جميع اللقاءات التي كانت في مصطط قد آلت إلى الفشل ولذلك آثر العمانيون أن يذهبوا بأنفسهم للقاء القيادة قيادة الحوثيين في صنعاء ومعهم رئيس الوفد التفاوضي الحوثي والناطق الرسمي بالنسبة للحوثيين هل يقرأ ربما هذا الساروخ وهذا ربما التصعيد الحوثي هل يقصدون به السلطنة لكف ربما جهودها في خلق ربما التوافق وتوصل إيقاف النار والدخول في مفاوضات سياسية هل يقصدون بها السلطنة؟ لا أظن أنهم يقصدون أنهم لن يكترثوا لأي نوع من أنواع الضغط وبالتالي على من يريد أن نتعامل معهم أو نتوسط عليه أن يستمع لشروطهمهم هذا ما يريدون أن يقولوا يقولون أنهم أقيا نحن كوة مسيطرة على الأرض وبالتالي لن نتنازل لابد من أن تفرض شروطنا في حقيقة الأمر أنه لا يمكن أن تكون هناك مبادرة أكثر واقعية من المبادرات التي طرحت ما الذي يمكن أن نطرح أكثر من فتح الموانئ وفتح المطارات الذهاب إلى حوار سياسي الذين كانوا يطالبون بالأمس بفتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة يعني هذا كان مطلبا من مطالب الحوثيين الرئيسية لماذا اليوم يرفضون هذه الاستجابات عندما تم الاستجابة لها لماذا لأنهم أصلا في حقيقة الأمر يتعنتون لأن جميع ما يمكن أن يقال عن السلام هو لا يعنيهم لأنهم إما أن يحكموا أو يقاتلوا حتى يصلوا إلى ما يريدون هم جماعة دينية مرتبطة من مشروع إقليمي أيضا ديني يريد أن يتوسع ويرى بأنه يمكن أن يحكم في يوم من الأيام العالم يرى أنه يمكن أن يحول المسلمين ليكونوا على شاكلة جميع المسلمين ويشعر بأنه أقلية ويريد أن يصبح أغلبية بقوة السلاح ويريد أن يحول الأقلية العددية إلى أقلية كيفية يسيطر بها العالم الإسلامي حسب تصوراته ويريد أيضا أن يتوسع بحيث يكون لهذا المشروع جزء من النفوذ العالمي بعد أن يهيئ له جزءا من النفوذ الإقليمي طبعا هذه هي أفكار دينية غيبية لا يمكن الوصول إليها لكن نحن إذا هذه الحركة لا يمكن أبدا أن نسلم بأنها يمكن أن تأتي إلى السلام تحت أي ضر من الظروف وإذا ما تصورنا أنها يمكن أن تذهب إلى مائلة مفاوضات فلا يمكن أن تذهب إلا من أجل كسب الوقت من أجل أن تتخذ من المفاوضات تكتيكا لرسم خطط استراتيجة جديدة هي في حقيقة الأمر عندما فشلت في دخول مأرب خلال شهور متباعدة من هجماتها على مأرب نعم بدأت بهذا الاستهداف نعم تريد أن تذهب أنفسها وتريد أن تذهب ربما إلى جانب من التفاوض من أجل التكتيف ليس أكثر ترجمة نانسي قنقر